نعم. يلا. في نمبر سيفن من أول سيفن ثاني بقول زي ستونينز توك ترنز. توك ترنز معناها على بعضها تناوب الأدوار. يبقى تك ترن معناها تناوب الأدوار. يبقى بقول توك ترنز تو سينج زي سونج. يعني بدأوا كل واحد يغني اللغنية بدوره. نمبر ايت. لاس سامر. ويسوام ان ذا. اي طواب الوضروف. وليسوهم في السي. وهو السي اللي ممكن في السي. انما البيتش. البيتش. لا يقوم بقول كاهي BankRide. ولكن ليسا لا تحمق بأموتها. تمام ما فيش حاجة اسمها سويم ان ذا بيتش يا ماريام تمام يبا اذا الصح عندي ويسوام ان ذا سي اوكي ماريام تمام او تمام نمبر ناين تمام تمام لكن الفكرة واضحة بالنسبالك او صح او تعهل ان لا يذهب الى بالرقماته因为 انه أدهم سيصح او ادهم او ادهم او ادهم او ادهم او ادهم they don't visit their uncle a week ago they didn't didn't number two Ahmed Amr when we arrived it is very windy it was number three Amad Sharif Hala sleeps for three hours yesterday flipped number four Jenna he didn't happy as a park yesterday was he did yeah yeah ماما ما انت كنت صح? اه عشان انا ماضي. اه طيب. اه اه طمام. بس انا مدكي didn't. تقول لي لي wasn't. اه. مدكي didn't? تقول لي لي wasn't? تمام. مفهوم? تمام. يبقى he wasn't happy at the park yesterday. he wasn't happy at the park yesterday. بعد كده كان مديني برجاء بتقول لتكلم عن attribute you made. رحلة انت قمت بيها. اقدر اتكلم او اعملها اه اسكول تربي ما فيش مشكلة. اتربته اي مكان انكايرو ما فيش اي مشكلة ازا بيرامز اوكي. اه لاي مكان انت عايز تكتب عنه وهتقدر تكتب عنه حوالي تمانين كلمة. اه بروح بعد كده ليونت سيكس. يونت سيكس طبعا. اير الدرس ده غلس. يلا غلس. اه طبعا عنواننا لتس ايت. هنا من العنوان طبعا بنعرف ان لتس دايما بعدها الفعل في المصدر. مديني في جزئية الكلمات. مديني الوزيتون. صالد. مديني اللي هي الطاصة يعني. مديني جبنة. مديني اكتبولي جنبها مهمة كده واخدوا لها دايرة. هنشوفها في اللي امتحة نختارها. مهمة جدا 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 جدا. مديني حمص اللي هو حمص. مديني بسكتز بسكويت. مديني اللي هو جوز الهند. شجر سكر. مديني كريزبس مقرمشات. مديني تلاجة. والتيسبون اللي هي معلقة الشاي. التيسبون اللي هي معلقة الشاي. يبقى انا طلعت بالكلمة او اتنين مهمين هنا. هي اهم كلمة في اللي موجود قدامي اللي هي المكونات. الحاجة اه اللي بنكون منها الوجبة المعينة اللي هنعملها. اللي هي كلمة هنروح بعد كده اكمل بقية الكلمات. مديني طبعا هنا مروكو اللي هي دولة المغرب. مديني اللي هو رز بلبن. مديني اللي هو جديدة لازم احفظها واكون اعرفها كويس. ايوة. ايوة? ايوة? بودنج دي اا بودنج في بودنج. ما احنا واخدها انت قبل كده في منهج الليتس. واخدها قبل كده في منهج الليتس. في ابتدائي. تمام? واخد انت البودنج قبل كده في منهج الليتس. يبقى رايز بودنج رز لبن. مديني مكسرات او ماركت سو ملح اللي هو الفلفل مرة ثانية او مرة اخرى. مديني كلمة مهمة برضو زي ما قلنا مهمة عند كلمة مهمة. ايه ديت اللي هي الوصفة وصفة الطبخ وصفة الطهي. يبقى عند كده وعند كلمة صايفة اللي اتنين مهمين. مهمة جدا. الكلمة اللي اقول لك علىها مهمة علم جنبها او خد عليها دايرة. بمعنى يقلب بيرفكت هاف شير ريدي واخدينها قبل كده اكتر من مرة بمعنى تعليمات او اوامر خد لي عليها دايرة. مقال نقضي. كوارتر او كوتر يعني ربع. بول السلطنية. مديني معدات او اجهزة وتعمل معاملة المفرد. اكتب لي جنبها كده زائد مفرد. يعني يجي لي بعدها الفعل مفرد. بمعنى يفضل. بمعنى قدر او كمية. اه كتب لي جنب زائد مصدر زائد مصدر. طبق مسطح يعني مش غويت. ريس رز. مديني سيت داون وسات داون. برينج والماضي منها بروت. ايوة. بتاع بودنج دي اسل اللي معلها معايا مش فهم معناها يعني. يا حبيب قلبي لما اقول لك رايز بودنج طبق رز بلبن. هو اللي معلها مش معايا مش عارف ايه. تجاهل على اسهل واحدة وتقول لي مش معلها معايا. لأ يعني معناها معناها اصلا. معناها هوه ما هوه رز بلبن يا ابني. طبع رز بلبن. اسأل ماما عليه. يا مش مشكلة انك مكنتوش. انا باكروا الوقت يا سير. باكروا الوقت يا رز بلبن. ابي عزيمه ابي عزيمه يا ريضة. ابي عزيمه يا ريضة. ودي سيف. يا سير ماشي انا فهم معناها كان قصدي بحس بودنج كلمة الوحدة ودي كلمة الوحدة. انا هي بودنج برضو كلمة الوحدة. الاتنين اعتبرهم مع بعض اهم اترئيس بودنج رز بلبن. مديني بوبولر هنعلم عليها كلمة بوبولر وعكسة بوبولر. بمعنى شاعبي او محبوب او منتشر. كويك وسلو. سويت وصولتي. الاتنين مهمين. سويت وصولتي. دليشاس وتريبول. دليشاس وتريبول. هنروح لي اهم كلمات اللي في اليونت اللي هي الديفنيشنز. مديني كلمة اد معناها بت سمسينج توجيذر وز انادر سينج. ده اد يعني يضيف. بسكت. طبعا مفرد بسكتز. اسويت سناك. باكد ان ذي اوفن. بنعمله في الاوفن في الفرن. يوجد الاسمول فلات اند راوند. ده البسكت بس كويت. شيز. قليل وايت اور اورنج. فود زات از ميد فروم ميلك. المهم انها ميد فروم ميلك. ايوة. ديت هو يعني اي اه اه اور ايوة. يعني. ايوة بسكات بسكات بسخن منتج بسوكات باسل استقامات breaks. ايه ايوة. ايوة؟ Troy م melee تستطع ايوة ايوة. Tanner جٌ stress back to you. بسكت. ايوة absolute. tier 1-2-2 and is自己. انه هو باكد منها مستدير و مستدير. تشيز قلنا جبنا سينامون بيقول لي سويت سبايس سويت سبايس يوز ده سويت سبايس معناها نوع من انواع التواب اللي يعني بس تخدمه طبعا اه في الطاهية او في الطبخ اللي هي القرفة سينامون كريزبس اللي هي المقرمشات هارد دراي بوتاتو بيسز زات يو ايت از اسناك يعني بتاكلها كواجبة خفية زي كس الشيفس اللي بتشتريه كريزبس اه كب قلنا فنجان سمسينج يو كان درينك فروم اباوت كزا اللي هو فنجان زي كوب او كوفي قلنا معدات او اجهزة وتعمل معاملة المفرد الحاجة اللي انت محتاجها عشان تعمل بيها نشاط معين دي بسمها اللي هي العادة يعني بمعنى تين سويت فروت وز اه بيربل سكن زات is very soft انسايد اللي هو التين فريج معناها تلاجة اماشين ذات كيبز فود ان درينك كولد تلاجة حمص اماشين ذات كيبز اللي هي حمص او طحينة مديني بعد كده انجريديانس انها طبعا مهمة جدا something you use to make food اللي مقادير او مكونات الوجبة اللي انت بتعملها not عبارة عن small dry fruit with a hard shell اللي هو بنسميه اه مكسرات او بندو او جوز الهند مديني اوليف اللي هو زاتون small green or black fruit that you eat or use to make oil اللي بنعمل منو اوليف اويل زيت الزاتون بيبر بيبر جرين ونفرق منها ما بين بيبر بيبر جرين او ريد اوريال وفجتابول زات يو كوك او ايه ان اصالت ريزن small dry grab اللي هو بنسميه الزبيب عبارة عن dry grab يعني عنب مقفف ده بنسميه الريزن مديني الصعيب قلنا طبعا in instructions on how to make a meal التعليمات او طريقة عمل الواجبة دي بسميها اللي هي وصفة الطاهي او وصفة الطبخ ايبع عندي من هنا هطلع بكلمات مهمة زي equipment زي كلمة ingredient زي كلمة كمان receip هنروح بعد كده مديني الصلط اللي هي الصلطة بيقولي اضعها في سلطنية مع بعضها كده مديني اللي هي يعني حاوية زي الحلة كده او الطاصة يعني بستخدمها لطاهي الاشياء فيها السوسبان قلنا من الكلمات المهمة بمعنى يقلب زي انت ما بتقلب بالشاي كده بعد ما بتعمل الشاي بالسكر معناها الاخيره بالمعلقة التيسبون نفسها هي اللي هي عبارة عن معلقة الشاي المعلقة الصغيرة يعني. تعالوا نشوف القطع اللي جال فيها كلمات دي. هنا المحادسة بقول يلا نعد الغداء. اعتقد ان احنا عندنا كل الاكل اللي احنا عايزين اقول احنا اه بنحتاجه. يبقى كلمة صلط هنا يا مهند اعتبرتها مفرد عشان كده قلت له وقلت بستخدم صم مع الاسماء الكميات. يبقى زي ما قول زي السموتر. هقول له زي السم صلط. يبقى هنا كلمة حمص. بعملها معاملة المفرد ايضا. ليه يا سير? لانه سألي عنها از. طيب واني? حكاية ايني. اتفقنا طبعا قبل كده ان ايني تأتي في السؤال وفي النفية. في السؤال زي ازر ايني او ار ذر ايني. وفي الجملة المنفية يعني بيجي لي بعد نقط ايني. يبقى ايزا هقول له زي السم صلط. ازر ايني حمص? هل في حمص? يبقى كلمة حمص هنا عملتها مفرد سألت عنها باز. الحاجة المعلومة اللي بتتقال ناخد خط تحتها كده ونركز فيها. لا مش موجود. ولكن يوجد بعض الزيتون. زرار يوجد ايضا فلفل. هنا طبعا معناها اللي هو الفلفل الاخضر. هنا معناها الفلفل الاخضر. مش اللي هو الفلفل الاسود. زي السولت. لا هنا بيبرز. معناها اه ار نفلفل واتنين وتلاتة واربعة. تمام? يبقى زرار سم بيبرزي تو. جود. از زير ايني تشيز? از مع تشيز طبعا اهي برضو. كمية. يز زير از. ايف جوت ات. ايف جوت ات. موجود معي اهو. وطباوة فيجز. وماذا عن التين? ار زير ايني فيجز? ار فيجز? ار فيجز? ار فيجز? نو دير ار انت ايني فيجز. زير ار سم ريزنز. زير ار سم ريزنز. زاتس جود. ده بالنسبة للجزء الاول. تحت بيقول لي رز باللبان اللي هو رز باللبن. اللي احنا سميناه ايه يا سيف? ماشا يا سيف. سميناه ايه? رايز بودنج يا سيف. اه بيسموه كده رز باللبن او رز باللبن او ترجمة عربية اهي. اجيبش الرايز بودنج اللي اجيبش الرايز بودنج. بيقول لي طبعا الانجريديانس انه يعني ايه مهند انجريديانس. مكونات. مكونات. المكونات. المكونات. مطلوب كذا وكذا وكذا وكذا. تمام? ايوة. تعالوا نشوف هنا. الانستراكشنز. يعني انستراكشنز يا هدهم. تعليمات. هدهم. التعليمات. التعليمات او الاوامر الخطوات يعني. بيقول لي في نمبر ون. بوت زرايس اند ووتر ان اصوزبان. بوت زرايس اند ووتر ان اصوزبان. حط الرز والمية في السوزبان يعني في الطاصة. بويل زرايس اغلي الرز والمية فور توينتي منتز. فور فور لمدة عشرين دقيقة. اذا ملك سلولي از يستر. يعني ضيف اللبن واحدة واحدة. سلولي ببطء. از يستر وانت بتقلب. اضيف السكر واقلب مرة تانية. بوت زرايس بودينج انتو بولز. حط الرز بلبن دلوقتي في السلطنيات. بوت زرايزنز ضع الزبيب والسينامون والقرفة. والمكسرات على القمة على وشه يعني. بعد كده حط الرز بلبن بالمكونات بتاعته دي كلها. حطها لي في التلاج عشان يبرد شوية. ده بالنسبة لطبق الرز باللبن. هتعملها يا ريضة انا عارف. ريفيوز. ريفيوز. قلنا ريفيو هنا بمعنى مقال نقدي. كلمة بمعنى مقال نقدي. او تعليقات على على طريقة الطهيدي. بيقول لي سهل جدا. ده هي الطريقة كويسة او رائعة. من السهل اعمالها. زي مكونات كتيرة. وسريعة ان انا اعملها. ده فوزي رأيي فوزي. او كي بط ابيت بورنج. ماشي ولكنها مملة بعض الشيء. انا بحب الرز بلبن ده. بط اتزنت مي فووريت. ولكنه مش المفضل بالنسبة لي. اي تينك ذيرار تو ميني ريزنز. اعتقد ان فيه ميني. تو ميني. تو ميني. مع اس جامعة. تو ميني ريزنز. اي دون لايك زيم. انا مش بحبها. اي بريفير رايز بودنج وز كوكونات. بحبو بي الكوكونات. هانا. ده رأيي هانا. بيرفكت. بيرفكت. يعني انا شايف انه هو رائع وتمام التمام. ليه? الزرار. خطعته. يقول لي فيه وصفات كتيرة للرز بلبن موجودة. ولكن ده المفضل بالنسبة لي او الطريقة المفضلة بالنسبة لي. وكده هيبقى فيه رز كفاية لكل افراد الاسرة. فيه سكر كتير طبعا فيه الوصفة دي. بات اي لايك السويت فود. وانا كمان بحب الرز. اه وبحب هنا سوري. اي لايك سويت فود. بحب الطعام الحلو. سويت فود يعني الطعام الحلو. هروح بعد كده لاخر جزئية عندي. يقول لي لايك سويت فوديني. مزي طبق ماما. مزي طبق ماما ابدا. ليه؟ ليه؟ مزي طبق ماما لزيز. طبق ماما لزيز. بات ذي سويت فوديني وفي مكونات تانية غير كافية او غير موجودة. ده بالنسبة لي هاو تو ميك الرايس بودينج وريفيوز على ريسايبز. ريفيوز اللي هي الاراء النقدية او التعليقات النقدية او المقال النقدي على الرصايبز على طرق الطاهية. بديني طبعا الرصايب. قلنا طبعا وصفة ازاي اعمل. وزا رصايب فور زا رايس بودينج. انجريديانس قلنا طبعا المكونات. لما يقول لي في الامثلة في الاسئلة. رايس وباستا وونيانز ارزا مين? اسمها مين? انجريديانس اوف كوشري. هي المكونات الاساسية لطبعا الكوشري. قلنا يفضل. يجي لي بعدها هي اسمي اي نجي. زي بريفير ووتشنج او بريفير رايس. بديني هنا سويت. اخدناها اسم بمعنى اه الحلو. وايضا صفة بمعنى طعمه حلو او مسكر. الحلوة. وعندي طبعا زرار على لطفل سويت. حاجات حلوة في التلاجة. ما نوع? ما نوع? ما نوع? هنا الطعام السبايسي. يعني المشاطشة او اللي مليء بالتوابل. ليتس زي مصدر. زي ليتس جو. ليت مفعول مصدر. ليت مفعول مصدر. زي ما اقول ليت اس بلي. او ليت هم جو. او ليت احمد جو. وهكذا. يبقى ليت دايما مفعول. ثم مصدر بدون تو. ليت مصدر بدون تو. الفعلي ميك فود فور بنعمل او بنعيد طعام لي. كذا. زي يسر دي اي ميد اناف فود فور توينتي برسونز. عملت اكل يكفع شن شخصة. ميك لانش معناها كوك لانش. ميك لانش معناها كوك لانش. اي هلبي مير زي ماي مادر. تو ميك لانش. اتس اي ازي تو ميك. من السهل عمل الحاجة دي. فانا بول. زي جري سي مشهور صايب. اتس ريلي ازي تو ميك. توت انتو بولز. معناها يضع في اه السلطانية او بنسميها اللوعاء. يعني. بوت زي رايز بودنج انتو بولز. فور زهول فاميلي معناها يكافل الاسرة كلها او للاسرة كلها ويكوكد انف رايز بودنج فور زهول فاميلي زهول فاميلي لكل افراد الاسرة فور تونتي مينتز طبعا هنا قبل المدة الزمنية باستخدم فور فبقول بويل زرايز اند ووتر فور تونتي مينتز اتيسبون اوف سينامون بيقول لي معلقة صغيرة من السينامون اللي هي الارفة بوت اتيسبون اوف سينامون in the pan في السلطنية وفي الحلة to make the food tasty عشان تخلي الاكل tasty زى ما ظاكر. حوالي سير حوالي هنا كده بتيسبون يعني. على بعضها تيسبون معناها معناها معلقة شاي معلقة صغيرة يعني مش معلقة كبيرة. طبعا احنا ممكن نكتب اه اسمه سبون. لا اسمها تيسبون مش مش اسمه سبون. معروفة كده يا مريم. التيسبون معناها معلقة معلقة صغيرة. التيسبون على بعضها كده معلقة صغيرة. معلقة شاي يعني معلقة صغيرة يعني. لما تيجي تعمل الشاي بتعملي بالمعلقة اللي بتاكل بيها ولا بمعلقة شاي صغيرة? بمعلقة شاي? بس كده بسمها تيسبون. بحط ارفة ده حاجة ثانية. بالتيسبون مش مش بالمعلقة الكبيرة. مش بالاسبون العادية. تمام? انا مش بقولها بقولها بطريقة دي. هي كده هي تيسبون هنا معناها معلقة صغيرة. لما عليها تشاي يعني. تيسبون اوف سينامون. مديني يعني سريع الطاهي. رايز يعني من السرعة ان انا اعمله او بعمله بسرعة. نخلي بانا منها في دي. طبعا قبل كده المفروض لما يجي اقول معناها في القمة وعكسها ده لما بتكلم عن مبنى عن عن طاور فبقول على قمة كذا وكذا وكذا. انما هنا على بعضها انطب على بعضها بمعنى على اه سطح او على رأس او فوق. تمام? يبا. لما قول اي لايك رايز بودنج ويز كوكنات انطب. انا بحبه بالكوكنات موجودة انطب على الوش يعني. على الوش. رصايب فور. اللي وصفة لي. ماي ماذرز رصايب فور رايز بودنج is the best of all. رصايب فور. انبولد انبولد معناها بخط غامي او بخط تقيل زي الكلمات اللي بيجيلي في القطعة كده. what is the meaning of the word? انبولد. انبولد. اه اند ان معناها ينتهي بيعني خنائتهم الطويلة. انتهت باصابة كل منهم الاخر. قلنا طبعا بيجيلي بعدها الفعل في المصدر. بمعنى يقرر انه قرر انه ينهي المهمة خلال دقيقتين او في دقيقتين. تعالوا نشوف الجمل عشان نطبق شوية. اسويت ديش ماد اوف رايز ملك ان شوغر كوكد توجيذر از. الطبق الحلو. اللي بيتعمل من رز ولبن وسكر. ده اسمه ايه في دولة? هو كفتة? ولا محشي? ولا كتري? ولا رايز بودنج? ها? قولي يا ابن. رايز بودنج. رايز بودنج. ايوا رايز بودنج. ايوا رايز بودنج. نكمل. ايه من دولة يا مهند? ايز honestly. ايوا رايز tubeنج وا ذلك اكتشين 40050 5060709060805050prise。 ولم praising عنده؟ fed 3 يا ملي، اVI أتلقى أنا أني يوهم فنا shady. حيام بودنج. بgeben في دولة يا م minutes basah 818 bs. جميع بعض واقعك بودنجة. السقبر. دقيقتين من يوجد في توم الكتائ discounted sit inrado. مzzoрод ايام لماذا 7050706070608088808080 Risk Pa. أيتدري سنى الجمiej قربة الكثير هنا كوبة إضافة طو BUXO knockedaba الكت corte 3053. جريبس. خلاص. يلا يا مريم. بي. اللي هي بي. ريزنز. ريزنز. اللي هو الزي بي. بس في حد اين وانا بتكلم. وهو الوحيد الاسمي مريم هنا على فكرة. تمام? تمام يا مريم. ريزنز يا مريم. نمبر فايف. اويل is very healthy for all people. يلا يا جنا. المحدة بقى تعبانة وخيف ياكل اي زيد بنقول له هاد زيت ايه? هتبقى سي. لا اه. خلاص اه بي. بي. اوليف اويل. اوليف اويل. زيت زتون. نمبر سي. ادهم ميت وفش. and a different kind of food. شريط. شريط. ش � Australia. نمبر سيفن. الله رض 또게 punch and water in اه Before cooking rice pudding Number C Number 8 There isn't enough To make hot chocolate There isn't enough milk Milk to make hot chocolate Number 9 Is not an ingredient Stir Stir You can't You can't You can't You can't You can't Which of the following is not a cooking verb Cooking verb Mish file Chassi Body Boding Number 11 Yalla Nardine 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 Glen You should follow your teachers inside the classroom Instructions The way by which we cook some foods and their ingredients is called the way number 13 I prefer tea with little sugar so I put only one teaspoon number 4 it's delicious to put a teaspoon of egg it's delicious to put a teaspoon of egg on food cinnamon number 15 mom yes 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 لكم 11 بتاع الالبتشر ديت بقية يا الله 11 يا سيف يا حبيبي قنا تيتشه the instructions اسحح يا سيف تعلمات ما درسيري يا الله ادهم 15 mom the rice and the water for casa boiled boiled number 16 my mom the rice pudding is we like it so much دليشوز دليشوز نمبر سبنتين ريس و ملك و كوكنات و ريزنز هر ذا هر ذا هر ذا هر ريز بودنج يلا يا أحمد عمر رصيبس رصيبس لا أما هيش الرصيب مش الرصيبس خالص رغم سي رغم سي مكونات نمبر 18 أحمد شريف ا me prefer rice pudding i don't like it that you can't like it where is i don't like it without it without it i don't like it but without it noIP نمبر 19 what of food do you like most yeah but what of food إنها لا أتأكد قول هل تحب أني؟ غلط يلا يا جنة جنة ما كيف تحب؟ ما كيف تحب؟ ما كيف تحب؟ نوع 20 هو عبادة من الضوء مهند مهند سويت سويت نوع 21 يلا يا مريم أفتر ماي مادر كوكس زا رايز بودنج شي بوت سيئت بولز انتو بولز انتو بولز تمام؟ قلنا طبعا وإحنا بنشرح مجموعة الكلمات اللي فاتت عندي أسماء تعد وأسماء لا تعد الأسماء اللي بتتعد قدر استخدم معها زي رز آ أو آن آ أو آن زي زي رز آن أبل زي رز آبوتاتو زي رز آمان زي رز آن أوكس زي رز آلوف وهكذا في كلمات قلنا لا تعد أو ملهاش جمع زي حمص أو فرنيتشر أو سولت أو أدويس أو اتشيز دي باستخدم برضو معها زي رز بس بدون الايه أو الان بدون الايه أو الان من الممكن أستخدم صم قبلها آه من الممكن أقول زي رز صم حمص أو زي رز انت إني حمص تمام؟ دي المجموعة الأول أعطر تمام فعصة أقول سامبوتاتوز سامبوتاتوز هقول معها زي ري ايه ايه؟ ايه؟ اصحة ايو ايو بقى يعني? يا حبيب قلبي ما احنا قولنا. هنا انا قلت زر اي 어? زر ايه حمص? زر ايه حمص? سم حمص زرز 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 . حلو! هنا اقول زرار سم ابلز. زرار سم بوتاتوز زرار سم من زرار سم اكسن يعني صام شغالها في الكمية والجامع بس تفرق ان في الكمية بقول قبلها از وفي الجامع بقول قبلها اريا مهند ده بالنسبة لصام بعد كده باستخدم ايني بنفس الطريقة اقدر استخدم زير ايني مع كمية وزير ايني مع جامعة وايضا باستخدم ايني دايما في السؤال وباستخدم صام في نوعين بس من الاسئلة اللي اتفان عليهم من ابتدائي اللي هي جزئية الطلب والعرض الطلب والعرض زي كان ايهاف سام او ووديو لايك سام كان ايهاف سام او ووديو لايك سام ده سام في السؤال اي سؤال بعد كده باستخدم فيه ايني تمام طيب قولي هنا هوتين مع النصصص وصامه gepشارس وسام ايجز تمام بس بستخدم قابليهم آر بعدكده بيقول لي سامموتر وسامشاشگر وسامنا بس بستخدم قابلي دولت از مفرد يعني. تمام? قلنا في السؤال. في طلب وعرض. زي would you like some? او can I have some? غير كده كل اللي عندي بستخدم فيها any. النط دايما النط any. سواء كانت isn't or aren't any. do you have any? is there any? are there any? نراجع الجزئية دي تاني. وهنحل عليها بداياتا من الصفحة دي. يا سير يا سير دينا حد اخر اللي اسم بقى شيء غريب. ودي. مديني قلطوف. لان انا قدامي اهل من خمس دقايق. مديني قلطوف وانوف وتو ميني وتو ماتش. لما اقول هنا قلطوف بمعنى كسير من اقدر استخدمها طبعا مع المعدود وغير المعدود. يعني مع الكمية ومع الاسم الجامع. فقدر اقول اقول there is a lot of voter. وقدر اقول there are a lot of boys. there is a lot of voter. there are a lot of boys. ده بالنسبة اللي باستخدمها في جملة مزبتة وخبرية. مزبتة يعني ما فيهاش نط وخبرية يعني اخرها نقطة. اما بالنسبة لكلمة enough. باستخدمها بمعنى كافي. فبقول سأل ما هذه enough beans. معها ما يكفي من الاقلام او الاقلام كفاية. او سأل ما هذه enough milk معها لبن كفاية. يعني اقدر استخدمها قبل كمية او جمع ما فيش اي مشكلة. طيب بالنسبة لتو ميني وتو ماتش. ودولة تنركز فيها شويتين شويتين قوي. بمعنى اكتر من اللازم لاسماء معدودة. بمعنى عدد اكتر من اللازم. وتو نفسها داخلها نفي. كلمة نفسها داخلها نفي. فلو قلت يعني كتب اكتر من لازم وماقدرش اعمل الفعل بعدها. طب بستخدمها بمعنى اكتر من لازم لكميات. فلو قلت يعني سكر اكتر من لازم وماقدرش اشربه. ملح اكتر من لازم وماقدرش اكل الحاجة ديت. تمام? يبقى عايزة اسم جمع. وتو عايزة اسم كمية. زرار يوجد في الغرفة مسلا وفي الفصل والا ده اكتر من لازم. مش عارفين يعودوا. انما هنا بقول يعني فيه سكر اكتر من لازم في الشاي بتاعي انا مش هقدر اشربه. ده استخداماتي لتو عايزة قبلها عايزة قبلها عايزة قبلها عايزة وبعدها اسم كمية. شغالة عن نحيتين في جملة مزبتة بمعنى كسير من. ينفع ان انا نجيب بعدها اسم كمية او اسم اه جامع عادي. فقدر اقوله اناف كتب كفاية. ده بالنسبة لاستخدامات الاساس في ده كله زر از وزر ار امتى بستخدم از وامتى بستخدم ار. بعد كده مديني ده على الجزء اللي احنا اخدناه. بعدها يا مهنة دهوت مديني طبعا في الاسئلة والاجابات عشان المحادسة. is there any cheese مثلا عشان اقول له yes there is or no there isn't. are there any olives عشان اقول له yes there are او no there aren't. what food do you like? او what food don't you like? do you like او don't you like? اللي انت بتحبه او اللي انت مش بتحبه. تمام? لو انا بقول لك what food do you like? بتقول له I like كزا. what food don't you like? بتقول له I don't like كزا. عندي exercise على الليسون. هحلو. اوه تمام. كفاية كده. هتكمل الصوعية يا سيد. كفاية كده. عندي طبعا طالب الرئيس بودنج. طريقة عمل الرئيس بودنج. هتتكلم عن مكونات. هتتكلم عن خطوات. هتتكلم عن اه طعم. هتقارنه بالرئيس بودنج بتاع ماما? اوكي? تمام يا سيف? يا سيف. ماشي يا سيرو الله يا حاضر يا سيف. خلي ماما تعمل لكم رئيس بودنج يا حبيبي يبقى حلو في الشتاء. يلا. يلا جود نايت. جود نايت.